موسيقى في إطار سلسلة ملخاصة لدفران شابتر دو البواطة ميرفي ديال إكريفان ماروكين ديال إكريفان فرانسيز أحمد سفريوي في الفيديو ديال اليوم غنشوفو إن شاء الله أهم الأحداث اللي غي عرفها لشابتر وي وإذا كنتوا باقي كتتذكروا لشابتر المجموعة لشابتر المجموعة على الاحتفال بعشرة التي سيبدأ العقل في المسيد والتي سينتهي بالزيارة للعيشة التي كانت بغاية تبوح للا زوبيدة بشي سير ولمستطع سيدي محمد أن يسمعه والشابتر المجموعة يأتي مباشرة بعد الحفل العشرة وبالضبط في بداية فصل الصيف وإذا كنت تلاحظوا لحد الآن ثلاثة ديال الفصول فصل الشتاء فصل الرابع ثم فصل الصيف وهذا الأخير أي فصل الصيف سيعرف اجتياح الحشرات التي ستحصل بساكنة مدينة فاسف معاناة كبيرة وبسبب حرارة الصيف وضيق لصالفة ما يقرأ لزيكوليي المسيد ستحول من المكان الأصلي للوحد الضريح الذي سيكون ملائم لهذه الظروف المناخية الجديدة وبالتالي لنا ستغلل مكان ما يحب لكم ون يفضحنا هذا الأمر في شابتر المسيد سيكون المسيد للجوش ديال الأسباب رئيسية أولا لأن الفقه على غير العادة دياله سيكون بيانفايان ستا دير جانتي اندولجان ثم تانيا لأنه نوفيلون درواؤ لإيكولا يتاينستالي إل إسباسيو يعني واسع إيبانائي يعني مهوي وهذا سيكون إجابا على الردمن أي الأداء أو المرضودية ديال سيدي محمد لذلك الناراتور ستفعل دياله وبالتالي سنبر المعلم عبدالسلام ستغفير دياله خصوصا من بعد ما غير أكد له الفقه أن الإبن دياله لا تستمر بها دياله سيقول له واحد النهار عالم والمقصود بعالم هنا ماشي عالم ديال الفيزياء أو ديال النووي كيف كيتخيل البعض وإنما رجل دين أو فقه ضليع لكن سيدي محمد لا يريد أن أقول له لأنه في التصور أو الخيال أو ما يسمى بتمثل ديال سيدي محمد سيدي محمد يحل الشخص الذي يعاني من السمنة ووجه دياله عريض عنده للحياة الملابس دياله اللون دياله أبيض والعمامة أو الرزا دياله ضخمة و سيدي محمد كان رفض تماما أنه بلاد الرجل هذا والهدف الحقيقي اللي كان من أجل سيدي محمد كي يبدو المجهود في المسيد كان هو أولا إرضاء الأبوين دياله ثم ثانيا بش يتجنب لاباغية دياله لكن في الحقيقة وفي الحقيقة ويبه في هذه المناسة في اجل أمور هو من المنزل التي تفعل الواسع في الناسبة للمد ما يعاني عبد السلام هي ما يضع كل في الألقاء التي تنسى في اله المنزل لأن اليوم احسنته في الهدف الوزي وان الى شخص يدفع لأم الأخي سوف يضطر أن يذهب إلى المنزل لذلك المعلم عبد السلام في الوقتة الغداء سيخبر الزوجة للا زوبيدة بأنه يبدأ يصنع لحيك اللقطن لأن الجلال الذي يصابه لا يتباعه جيدا في الصيف وكيف تعرفه المعلم عبد السلام سيتان تسخون يعني ينسج ويبيع الجلال المعلم عبد السلام سيخبر أيضا صفام إسي دي محمد الذي يضعه معه السوق الذي يأتي لكي يشري للا زوبيدة جوج دي بغسله واحد من الذهب والأخر من الفضة وفي هذا الوقت سيدي محمد يشبه بغسله لكن هذا الشباب يجب أن يسعر المعلم عبد السلام ويبدأ يضحقون لأنهم سيدي محمد لم يفهموا المعنى في الوقتة الزوجة وكيف تعرفه مرة أخرى سيدي محمد يسعر في المارجة الإسكالية ويبدأ يفكر بشكل عامل في الوقتة الزوجة بخصوصة سيدي محمد وكذلك بخصوص المعرفة الكبيرة بغسله ومعرفة المتواضعة بغسله ومعرفة المعلمة ومعرفة المعرفة سيقوم بغسله ويتأسف على الحظ التعريس مع الزوجة لإمكانيات المادية لا تسمح لي بغسله ومن بعد صلاة العصر المعرفة 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 لكن أمام الإلحاح سيأخذهم بما ترى وهذا يدل أنها لا تستطيع حمله في الليل سيدي محمد سيحلم بمجموعة من الكوابس وفي اليوم الموالي سيقوم بكثير الشيء الذي يجعله للا زوبدة تعتقد أنه مريض وعلى الرغم من تطمينات لما لا أتعلم بأنه في سيدي محمد السخانة للا زوبدة تقرر أن لابنه يقف له كل جوانا لأنها مقتنعة بأن السبب هذا هو أن يغسله بعد المعرفة وإنما المعلم عبد الإسلام سيأخذ للا عشاء لتصديقها للا زوبدة ومن بعد أن تضيفها للا زوبدة تتحدث لها أحداث المأساوي في حين أن للا عشاء ستخبر للا زوبدة بالزواج صماغي مولاي العربي بالبنت عبد الرحمة الحجام الذي قمنا بها تذكره للا زوبدة و للا عشاء سيبدأ بكي و بشيواسي وبعضياتهم وهذه الأحداث المأساوية ستنتهي بمرض سيدي محمد وهذه المرة سيمرض فعلا لدرجة أنه سيبدأ يرد لذلك سيجعل الأم للا زوبدة تتحدث للا زوبدة و بهاد الحادثة قمنا بصند نهاية فيديو لكي أشكركم لا تنسوا ان تابنوا في القناة و تفعلوا الجرس لتصبح نووي فيديو أتمنى شكرا 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 شكرا